ولتسليط الضوء على تظاهرات في الناصرية وصطوة الميليشيات التي لم تعود الحكومة في بغداد تردعها ما وضع الأهالي بمواجهة غير متكافئة مع الميليشيات المسلحة ينضم إلينا عبر اسكايب الأستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي من عمال الأستاذ عبدالقادر مرحبا بك الأحداث تتسارى في الناصرية والمظاهرات تشتعل منذ ثلاثة عيام وقبلت هذه التظاهرات بقمع من قبل الميليشيات كالعادة يعني أين دور الحكومة نتساءل هنا عن دور الحكومة في مدينة الناصرية أهلا وسهلا بكم وأسعد الله مساكم وسا مشاهديكم الكرام بات واضحا أن الحكومة تستعرض فقط دعاية اتخابية مبكرة للكاظمي وهي متواطئة مع الجريمة المنظمة لأنها لم تفعل بكل وعودها سواء من حماية التظاهرات أو من عملية نزح السلاح المنفلت فأصبح واضحا أنها متواطئة ومشاركة بهذه الجريمة لأن من يدعم مناطق الميليشيات وسلاحها ضد المواطنين هي الحكومة ذاتها وقد رأيتم كيف فشل جهاز مكافحة الإرهاب في عملية الوصول إلى مقرات اعتقال أو احتجاز بعض المختطفين لا سيما ما جرى بعملية واضحة يراد منها إدخال العشائر وأسماء العشائر الكريمة بهكذا صراعات للفت الانتباه ولأيضا إرسال رسائل على أن هؤلاء لا يمكن مواجهتهم من أجل استشعار حجم ما يجري من اختطاف العراق لصالح أطراف ميليشياوية وإلا فإن عشيرة العساتشر عشيرة كريمة كبيرة تبرأ من هؤلاء الميليشياويين الذين هم حقيقة من أيام الأهوار إلى عسكر الرفحاء كانت إيران تمدهم بالسلاح واليوم هم المادة أو هؤلاء المجموعة الصغيرة هي المادة لعملية الاختطاف والميليشيات في الأهوار وهي تمتد في ذلك المكان كيف رأيتم أن رئيس الحكومة يعتذر لهم وبالتالي يستحب جهاز الإرهاب ويفشلون وفي ازدواجية أخرى هم في مناطق الأنبار في صلاح الدين في ديالة في الموصل هدموا دواوين العشائر وقتلوا حتى شيوخ القبائل هناك لذلك حقيقة هذه الازدواجية والتواطئ مع عدم حسم الملفات يؤكد على بنية النظام السياسي أنه ضد الشعب العراقي ولن يكون محاسباً للمجرمين لأن البنية الأساسية متكونة منهم ولم يأي حقيقة يفتحوا حواراً مع العشائر وشيوخها الأصليين بهذا الإطار لذلك هم يتعاملون مع داعمي الميليشيات ومن ينتمون لهذه الميليشيات بالطريقة ماذا يعني أستاذ عبدالقادر أن تبدي ميليشيا حزب الله استعدادها لإنهاء هذا الاشتباك؟ لأنها هي المسيطرة على هذا المكان ولأنها جزء رئيسي أو فعال هناك ثلاثة ميليشيات في منطقة سيد الدخيلة والأهوار التي تمتد إليها جزء من عشيرة العساشرة في الناصرية وهو جزء بسيط يعني معلوم تماماً لمن يعلم أن العشيرة غالبيتها ضد النفوذ الإيراني وبالتالي هؤلاء كما أسلفت لك منذ أيام الثمانينات إلى التسعينات تلك المنطقة الرخوة من الأهوار تكونت فيها بعض الميليشيات التي ذهبت إلى رفعاء كانت تدعم بطريقة إيرانية مباشرة لذلك هؤلاء هم مدعومين ولذلك أماكن اختطاف الناشطين أو عمليات تجري خلف الكوائس الميليشياتية مقرها هناك وهي بثلاثة ميليشيات أن الجباء والعصائب وحزب الله يمثل عامود الفقري لهؤلاء المستعرضين أو غيرهم الذين هم يمثلون جزءاً من هذه الميليشيات لذلك حزب الله لأنه يعلم أنه هو الموجود وهو المسيطر وهو الذي استعرض وهو الذي هدد الحكومة وبالتالي هنا أيضاً بينت عملية سيطرتهم وضعف جهاز الإرهاب الذي ذهب حقيقة عقيد سلام هناك الذي كان يستأسد على المواطنين العزل وكان يعذب ويعتقل ويختطف في مناطق معلومة وكان حقيقة يتكلم بأكثر من حتى فوق القانون عندما ذهب هناك كان حقيقة وديع سكينة لدى الميليشيات وعملية تدخل حزب الله تؤكد على أنهم هم الأعلى وأن كل الأجهزة تلك هي التابعة لهم وهم من يقرر عليها وأن الحكومة لا أصل لقوتها ولا وجودها وأنها فعله الكاظمي هو السعراء المحكمة اليوم أصدرت مذكرة اتهام ضد أحد عناصر ميليشيا بدر يعني طبعا في قضية الناشط سجاد العراقي يعني من وجهة نظرك هل تستطيع القوات الأمنية أن تنفذ أوامر المحكمة بالقبض على عناصر تابعين لميليشيا بدر هنا أنا أحيل بنفس الجواب على السؤال هل نفذت الحكومة اعتقال قد رئيس أو مسؤول لواء 30 من الحشد في نينوى الذي ضرب القاضي وقتل ابنه ولا زال ينتهك ويفرض الأتاوات على الناس ويهجر الناس ويرتكب الجرائم الجواب كلا لذلك لا يمكن اعتقال هؤلاء الذين هم فوق القانون وبالتالي ما يجري هو عملية ذر الرمات في العيون من أجل تشتيت الأنظار هو القضية تجري لكن السؤال أين سجاد وما دور عملية إنقاذه لذلك حقيقة وما دور عملية إنقاذ التظاهرات لذلك على العشائر أن تعتمد على نفسها وعلى المتظاهرين أن يفهموا أن هذه الحلقة دفعت من أجل تشتيت الأب وعلى قضية السجاد وعلى قضية الاختطافات ويراد من خلالها لفت الانتباه ويحرك حقوق في هذه النقطة سيد عبد القادر ما تداعيات إدخال الميليشيات في هذا الصراع؟ تداعياتها لأن الذي يقمع التظاهرات هي الميليشيات وبالتالي عملية إدخالها بهذا الصراع من أجل أن يكون لديها سطوة في إنهاء التظاهرات من أجل إحداث مشاكل داخلية وهذا حقيقة ما يريده الكاظمي وهي هنا أقول هو الجزء من عملية الاتفاق الذي جرى بين الكاظمي واجتماع ما يسمى بيتهاد العامري في بغداد الذي طلب منهم أن يتم منها ثورة تشرين لذلك الشعب العراقي مدعو إلى كسر هذه الفرضية وهذه الإرادة التي يسعون إليها من خلال إحداثها كذا فتن وبالتالي زيارة المالكي إلى طهران الأخيرة أيضا تصب في هذه القضية لأنهم يريدون إشعال المنطقة بحروب يتم استهدافها وصلاء العرب من جنوب العراق وصلاء العراقيين الذين هم الأغلبية وهم يرفضون مشروع الإيراني وأدواته من خلال أن يتم فتح المجال للميليشيات بطريقة واضحة للقضاء عليهم لكن إرادة الشعب العراقي أقوى إذا ما كانت هناك وقفة عراقية حاليا في ظل المعطيات الحالية أقرب وصف للوضع في الناصرية هو أن تعم الفوضى من المستفيد من الفوضى وانتشارها في العراق في الناصرية تحديدا الفوضى هي مشروع إيران القادم في العراق من أجل عملية لفت الانتباه لكثير من القضايا التي تخصها في الداخل ولذلك هي عملية إيرانية تستفاد منها إيران وثانيا تعزز حكم الميليشيات في بغداد من خلال السيطرة الكاملة على مجمل العملية السياسية وربما هناك سيناريوهات تمهد لانقلاب كامل شبيه بالانقلاب الثورة الإيرانية داخل إيران في العراق لأن اليوم الميليشيات تبسط جميع عدواتها وعملية حقيقة إضعاف الأجهزة الأمنية الأفرة وإعطاء رسائل للعراقيين على أن هذه الأجهزة هي أجهزة ضعيفة أمام الميليشيات هو الوصول لهذه الغاية الأساسية لإيران لذلك إيران وأدواتها من الميليشيات هم المستفيدين من الفوضى لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن التظاهرات سلمية وأن أبناؤها يصرون على سلميتهم وأن هذه العشائر حقيقة مختطفة لدى السلاح الموجود والمدعوم والذي دفعت الدولة أمواله لتسلمه إلى هؤلاء لذلك تعمد الميليشيات على زج اسم العشائر والعشائر بريئة من كل الصراعات والسلاح الموجود في الجنوب إنما هي حركات ميليشياوية تستخدم اسم العشائر في عملية غطائها في السيطرة على المناطق وإرهاب الآخرين بهذه الأطر الأستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والمحل السياسي العراقي كنت معنا إبراسكايب من عمان شكرا جزيلا لك